موسيقى موجودين معاكم في واحد سيوة صحيح واحد سيوة هي واحد السحر والجمال لكن جزيرة طغاغين لها سحر خاص جدا قدقل مكان جميل مليان بالطبيعة الخلابة 3800 متر بنشوف اول ما ندخل من مدخل جزيرة طغاغين ان احنا بنمشي كيلو متر كامل ما بين اتنين من البحيرات هتلاقي على يمينك بحيرة وعلى الشمال بحيرة تانية البحيرات المالحة وليها فوائد كثيرة جدا في علاج العديد من الامراض وبيجي لها الناس من جميع المحافظات وبيجي لها كمان الاجانب من كل الدول للسياحة العلاجية البحيرات المالحة وليها فوائد كبيرة جدا في علاج العديد من الامراض الجلدية زي الصدفية وبتعالج في العديد من الأمراض والحقيقة السيحة العلاجية هنا فيه واحد سيوة مهمة جدا وبيجيلها السياح والأجانب من جميع البلاد زي ما احنا شايفين كده حوالينا الحقيقة سحر غير طبيعي يعني المكان كله محاض بالبحيرات المالحة الجبال الجبال اللي بتحيط بالمية حاجة كده يعني من السحر والجمال اللي مش هتلاقيه غير هنا في جزيرة طغاغين هنا في جزيرة طغاغين كمان الجميل انك انت كل حاجة من البيئة ومن الطبيعة البيوت نفسها بتلاقيها المعمار بتاعها كله من المالح يعني الحاجات المالحة كلها الصخور المالحية اللي بتيجي من البحيرات المالحية قد ايه المكان جميل ورائع الشمس والسماء الزرقى الجبال وهي بتخالط المياه حاجة كده من السحر والجمال مش هتلاقيها غير هنا فوقحت سيوى وجزيرة طغاغين اشتركوا في القناة زي ما الغروب في واحد الغروب ليه طعم وليه جماله الشروق هنا في واحد سيوى ليه سحر عمركم وممكن انكم تتخيلوه يعني انا مش عارفة اوصفه زي ما احنا شايفين كده لما نشوف الشروق واول ضوء بيطلع ايزانا بيوم جديد يوم مليان بالامل والتفاؤل لو بصينا هنا في واحد سيوى هنلاقي كمان ان الشروق جزاب وسحر جدا لان قرص الشمس بالوانه البرتقالي مع الاحمر مع البحيرات مع الجبال تحس انك انت في حدوتة تانية حاجة كده من الف ليلة وليلة حاجة سحرة كده تحسسك ان هنبدأ يوم جديد يوم كله امل وكله تفاؤل وعشان نبدأ يوم جديد يوم سعيد علينا مليان بالتفاؤل لازم واحنا موجودين في واحد سيوى نيجي هنا وبعد صلاة الفجر بوقت قصير جدا بنشوف الشروق بتدريج الالوان بتبدأ تفتح الاضاءة واحدة واحدة ونشوف قرص الشمس وهو بيظهر بالوانه الدهبية وبيختلط مع البحيرات ومشهد رائع مع الجبال مع الجزر اللي حوالينا بجد مشهد مش هتشوفوه غير هنا في واحد سيوى موسيقى 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 مفيش شك ان واحد سيوى واحد السحر والجمال لكن احنا الحقيقة في مكان ليه سحره الخاص وهو جزيرة طغاغين يعني السحر مختلف هنا من اهم المعالم اللي انت ممكن تزورها هنا داخل واحد سيوى هو الجمال ده الموجود هنا في جزيرة طغاغين واحد سيوى ومليانة بالعيون والأبار اكتر من 230 بحيرة ملحة والف من الأبار مية عدبة ومية ملحة وكمان مية فوارة ومياه كبريتية يعني حاجة مش ممكن تلاقيها من الجمال والطبيعة الخلابة اللي حوالينا غير هنا في واحد سيوى وفي جزيرة طغاغين مش معقول هنكون هنا في واحد سيوى وفي جزيرة طغاغين إلا ما يكون معنا رائد السياحة هنا في واحد سيوى رغم المقدمة جميلة ما خدتش لسي حقها يعني انت قاعدة دلوقتي وسط بحيرات وسط جبال وسط زراعات وسط سمى جميلة وسط هوا نقي الكلام ده كله نادرا لما بيتجمع في مكان واحد بلد جميلة جدا وواحة من واحات كده تحس انك انت جنت الله في الأرض كلمني عن أجمل المعالم الأسارية بصفتك خبير سياحي وأجمل الأماكن اللي احنا نزورها لما نيجي سيوى هي سيوى كل متر فيها ليه زيارات يعني يعني مفيش مكان في سيوى ما نقدرش نورع ليه مظهر عندنا طبعا من أشهر المعالم اللي موجودة في سيوى عندنا مدينة شالي عندنا جبل الموتى عندنا حمامات كيلوبطرة عندنا معبد الإسكندر عندنا معبد أمون عندنا جبال الملح عندنا البحيرات الفوارة عندنا بحيرات الكابرتية عندنا دفان الرمل في جبل الدكرور فسيوى الحقيقة يعني نقدر نقول المدينة الوحيدة في جمهورية مصر العربية اللي السيزون بتاعها بيشتغل اتناشر شهر يعني عندنا من واحد عشرة لغاية تلاتين خمسة دي السياحة الفانتاستيك وسياحة السفاري وسياحة الجبال وسياحة العيون وسياحة الكامبات وعندنا من تلاتين خمسة بتبتدي السياحة العلاجية اللي هي مدافن الرمل علاج الروماتيزم والروماطايد والحاجات دي فطبعا يعني ربنا حابة سيوى بمناخ وبمعالم وبحاجات فعلا بتخدم السياحة العلاجية علشان كده سيوى بيبقى السيزون بتاعها كامل طول السنة يمكن عندنا كتير قوي وزارة السياحة او تنشيط السياحة او ناس كتير جدا دايما لما تتكلم عن السياحة في مصر بتبقى مركزة جدا على السياحة الشاطئية والسياحة الشاطئية دي موجودة في كل الدول في العالم مش في مصر بس انما احنا عندنا الحاجات اللي تعتبر حسنة في جامورية مصر العربية السياحات الفريدة اللي مش موجودة في حتى عندنا سياحات المحميات عندنا سياحة المعابد عندنا سياحة النيل عندنا سياحة ثقافية دي سياحات يعني ربنا حابة بيها مصر سياحات مختلفة كتير جدا في دول يمكن عندها جزء بسيط من الحاجات اللي احنا بنتميز بيها دي ومحقق اكتر لان احنا ما بنحطش لسبوت انما بعد الثورة وبعد ما بقى الرئيس عفتاح السيسي رئيس المجلس الاعلى للسياحة وحط سبوت على كل حاجة وجمع وزارتين وزارة السياحة وزارة الثقافة جمعهم مرة واحدة لان هم مرتبطين تماما مع بعض فابتدت السياحة في مصر يعني عندنا من فترة زيارة ابتدت طيرات الشرطة من روسيا وبعد ما وقفت ست سنين فكل دي بوادر جميلة هتعمل ميرور للعالم كله قادي مصر وقادي الامان وقادي الكلام زائد يعني عايز اقول برضو ان دكتور بشرى من الناس اللي هم عشاق بشكل عام لواحد سيوى فالتعامل لنا يعني جزيرة من اجمل الجزر الموجودة هنا ومن اهم المعالم السياحية اللي الناس بتحب تزورها هنا لما تيجي سيوى تكلمني بقى امتى بدأت تفكر تعمل الجزيرة دي وايه اللي فكرت انك انت تنفزه عشان يتناسب قوي مع المكان يعني بما ان واحد سيوى كلها من الطبيعة عملت ايه بقى في الجزيرة عشان تحقق لنا المعادلة دي اه انا جيت سيوى اولا اه عشان نعمل قاعة مؤتمرات تبع الخوات المسلحة عجبتني سيوى قوي وكان في سيوى الناس ما بتشتريش اي اراضي قريبة للمية لان كانوا معتمدين على الزراعات بتاعة الزتون والبلح والحاجات دي فانا اخترت المكان ده المكان ده عبارة عن جزيرة مساعدتها ثمانية وتلاتين الف متر داخل بحيرة سيوى اتنين كيلو اه لما دخلت يعني دخلت تعجبت ازاي البحيرة الملحة جدا دي ازاي تتوسط هزي الارض عين بمسطع ستمائة متر بتطلع مية عزبة من وسلم الملحة فده كان بالنسبة لي حاجة يمكن غريبة وشدتني قوي للمكان فبتلت اعمل طريق عشان الناس تعرف تخش وتشوفه وانا يعني مش هقول انا احنا هنقول ان انا الناس بتلومني جدا ايه اللي وداك سيوى تستثمر هناك سنة تمانية وتسعين فكان ردولي عليهم ايه اللي خلى خوفه وخفرع ومنقرع يعملوا اهرامات وبالهول في الهرم هما ما استفدوش منها بس عملوا بصمة جميلة احنا عملين نستفيد منها لغاية دلوقتي وعملين نذكر خوفه وخفرع ومنقرع لغاية دلوقتي رغم ان هما مش موجودين فانا كان كل هدفي اعمل بصمة جميلة وده تحقق الحمد لله انا عمل بصمة جميلة الحقيقة المكان جميل جدا يعني واكتر من رائع وبعدين نزم الاكواخ الخشب كمان ان احنا بدل ما نقعد في فندق بقى لا الاكواخ الخشبية كمان شكلها جميل قوي وتحس ان احنا في مالدي في مصر انا 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 حاولت ابعد عن فكر فندق انا اصل فندق او 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 سكوريت او رخام او اه الوان او ميوزك او اضاءة ده يروحوا يقعد في شارتون او يقعد في اي فندق تاني انما انا حبيت اخد الروح اللي الناس بتحب بتعيش فيها وده يعني منبسق من ان احنا قدي ايه بنعيش مبسطين في مصر وقدي ايه بقى اليوم اللي بنروح في البلد بنبقى مبسطين اكتر اشتركوا في القناة الغروب هنا في واحد سيوة هي أصلا اسمها واحد الغروب تخيل لما يبقى اسمها واحد الغروب يبقى أكيد الغروب من أجمل ما يكون في مصر كلها مش هتلاقي منظر الغروب الجمال والحلاوة دي غير هنا مش بس الغروب على البحيرات لكن الغروب كمان فوق أعلى قمة جبل في بحر الرمال الأعظم الغروب هنا رائع عشان كده سموها واحد الغروب مفيش شك كمان أن عندنا مسلسل كان مشهور جدا كان بطولة خالد النبوي ومنا شلبي وكان اسمه واحد الغروب المسلسل كان بيحكي عن قصة زابط مصري كان متجه اتجاهات ثورية فحبوا أنهم يعجبوا ويبعدوا أبعد ما كان فودوا واحد سيوة لما جي واحد سيوة هنا جي هو وزوجته الأجنبية عشان يعيش ما بين الماضي وما بين الحاضر ويعيش حياة الشر وحياة الغرب ده كان طبعا كمان إخراج كاملة أبو زكري ومجموعة كبيرة من النجوم والحقيقة أثر جدا في الدراما المصرية وعرفنا على سيوة والتراس السيوي لا أحنا هنقول هنقول أن سيوة في وسط الصحراء الغربية يعني تميل أو تتخاوى مع المدن العربية يعني السعودية هتلاقي فيها صحرة وهتلاقي فيها رحلة السفاري وهتلاقي والكويت نفس الكلام يعني هتلاقي قريبة قوي منها يعني إنما الجنسيات اللي كانت بتحب سيوة قوي ومازالت بتحب سيوة آآ الألمان والطلينة والفرنسويين والامريكان وكان من سنتين الصينيين هتبقى لحضرتك إزاي آآ هم طبعا اللي كانوا آآ يعني بيحبوا سيوة قوي وعارفين التقوص بتاعتها وعارفين شوارحها وعارفين المحلات اللي فيها آآ إنما بعد السياحة ما تدنت شوية في السنين اللي فاتت إحنا ركزنا على السياحة الداخلية الهدف منها مش إن إحنا نشتغل بس لا الهدف منها إن إحنا عايزين كل المصريين يشوفوا أماكن في مصر هما ما يعرفوش عنها حاجة يعني فيه ناس كانت فاكرة سيوة دي في سينة آآ طب إيه اللي نايس آآ سيوة عشان خاطر الناس كلها تعرف إن فيه سيوة وفيه الأماكن الجميلة اللي إحنا شايفينها حوالينا دي يعني السيوة مش بس السياحة علاجية يعني فيه ناس برضو تعرف سيوة لكن تعرف إن سيوة سياحة علاجية بس لكن فيه أسرية فيه في معابد كتير فيه هنا أماكن كتير أسرية وطرف هي كمان يعني السفاري هنا ما شفت زيها في أي مكان يعني حاجة هنا مش هتشوفي زيها في أي مكان حتى أنا يعني 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 عندنا بحيرات الملحة دي هتلاقيها فين يعني فيه البحر الميت في 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 حتة دول وكده إنما البحيرات بالمساحات دي وبالنظافة دي وبالنسبة الهوى ده ونسبة الاكسجين ده صعب تلاقيها في دياء تتميز بي سيوة رحلات السفاري خدت بالك بيطلعوا للصحراء بيعملوا كامبينج بيتعشوا هناك عيون الميا السخنة دي مش موجودة في الدنيا إنك تروح تنزلي في عين أصلاً الميا طلعة فيها بخار تعالي فيها عيون الميا الكابرتية المزارات زي مزارات الحاجات عثارات من زمان جداً خدت بالك المعبد الاسكندر ومعبد امون وحمامات كلوبطرة وجابل الموتة ومدينة شاري كل المكان ده كتير جابل الدكرور يعني جابل الدكرور امتاز بأن السياحة العلاجية بتتم جانب الزبط لأن الرملة اللي موجودة جانب الجابل الدكرور هي دي اللي مش موجودة في أي بقعة من الأرض إلا إلا في سيوة. يقول أن الرمل ده رمل مختلف من سيء أي رمل عشان كده بيستخدموا الردم بالرمل هنا وكهوف الملح في السياحة العلاجية كلمنا برضو عن الموضوع هنا. هو شوفي حضرتك آآ نقدر نقول إن كل حتة موجودة في سيوة فيها رملة. إنما سبحان الله الرملة بتاع الجابل الدكرور هي الوحيدة اللي لما الشمس بتضرب فيها بتعمل النعكاس على الجسم فبتضيع الروماتيزم وضيع الروماطايد وضيع الخشونة بتاع الضهر. فدي ربنا بعت هدية بسيوة. اشتركوا في القناة مش هتكون موجود في واحد سيوة إلا ما تستمتع إنك إنت مش بس هتنزل في البحيرات المالحة لكن في عيون مية كمان عزبة تخيلوا في وسط كل البحيرات المالحة اللي إحنا كنا بنصور جنبها دلوقتي في تغاغين آآ تطلع آآ عين مية حلوة عزبة آآ الناس هنا بتنزل فيها يعني ممكن بيروحوا شوية في البحيرات المالحة وبعدين يطلعهم البحيرات المالحة آآ ينزلوا هنا المية العزبة وفي ناس بتحب بتفضل إن هي تنزل المية العزبة. المية دي مية عين مية طبيعية آآ حوالي ستة متر يعني عميقة آآ الناس هنا بتحب تيجي تقوم في المية العزبة وتلعب مع السمك بقى أو تأكل السمك فدي هتبقى حاجة جميلة جدا ممكن تعملها هنا في واحد سيوة مش بس عيون مية مالحة لكن كمان عيون مية عزبة وتأكل السمك كده تخيل بقى وانتحاطت رجلك في المية وقاعد تلعب مع الأسماك الصغيرة والأسماك الكبيرة والملونة وفي نفس الوقت بتعوم معهم بتعوم فوسة أسماك يعني حاجة كده مش هتلاقيها غير هنا في واحد سيوة هتجمع ما بين المياه الملحة والمياه العزبة وهتلعب مع الأسماك يعني هتقضي أيام حلوة قوي وجميلة جدا يعني شوفوا قد اي جمال المنظر بقى وانت بتأكل السمك كده وكل بيجي وكمان أحلى حاجة في المنظر ده كمان بصوا يعني حب يعني زي ما انتم شايفين كده بياكل حتة من العش وبيرجع يرغي تاني انو خير حاجة جميلة قوي انك انت بعد تقعد برجلك في المية كده حتى لو منزلتش المية وتلعب مع الأسماك وتنزل معهم وتشوف كده منظر عمرك ما هتشوفه غير هنا واحد سيوى وفتغارين كنا معاكم في واحد سيوى واحد السحر والجمال جنة الله على الأرض بتمنى نتيجهم وتوروا أولادكم الأماكن الحلوة دي وتحكولهم حكايات كتيرة عن سيوى وتاريخ سيوى وأهل السيوى كمان استنونا إن شاء الله الحلقة الجاية وحكاية جديدة هنحكيها معاكم في برنامجنا حكاية مكان